بعد اختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب السناتور جيمس ديفيد فانس عن ولاية أوهايو لشغل منصب نائب الرئيس يكون بحسب مراقبين قد قرر استمالة أصوات الناخبين في ولايات ما يعرف بحزام الصدق إذ يحظى فانس بتأييد الطبقة العاملة في هذه الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة وهي مناطق الصناعات التي تضررت بسبب العولمة وأصبح سكانها يعانون بشكل كبير ويرون بأنهم لم يحصل على ما وعد به الرئيس الحالي جو بايدن بشأن توفير الوظائف اختيار الرئيس السابق دونالد ترامب للسناتور جيمس ديفيد فانس لشغل منصب نائب الرئيس حال نجاحه في العودة للبيت الأبيض يؤكد بحسب مراقبين تركيزه على الطبقة المتوسطة في ولايات تعرف بمناطق حزام الصدق التي يرى سكانها أنهم أهملوا ولم يحصلوا على ما وعد به الرئيس جو بايدن خصوصا فيما يتعلق بتوفير الوظائف يبدأ حزام الصدق في نيويورك ويتجه إلى الغرب مارا ببينسلفانيا وويست فرجينيا وأوهايو وإنديانا ثم ينحدر إلى شبه جزيرة ميشيغان وينتهي في شمال إلينوي وشرق ولاية ويسكنسون كانت هذه المنطقة معروفة سابقا باسم قلب المنطقة الصناعية الأمريكية لكن الصناعة تراجعت فيها منذ منتصف القرن العشرين بسبب عدة عوامل اقتصادية مثل نقل التصنيع إلى الغرب وزيادة التشغيل الآلي وتراجع الولايات المتحدة في مجال الصناعات الصلبة والفحم بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة أو الانضمام إلى منطقة التجارة العالمية والعولمة والاستعانة بمصادر خارجية من الوظائف من الولايات المتحدة في حين أن بعض المدن تمكنت من التكيف عن طريق تحويل التركيز نحو الخدمات إلا أن البعض الآخر لم يحقق نجاحا حيث يشهد تزايد الفقر وانخفاض عدد السكان ومن خلال اختيار ديفانس الذي ولد في أسرة فقيرة في جنوب ولاية أوهايو لشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري المقبل في حال فوز ترامب في السباق الرئاسي يقول المحللون إن الهدف من ذلك هو كسب أصوات الطبقة المتوسطة في ولايات حزام الصدق أعلنت حملة المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن أنها ستستأنف هذا الأسبوع دعايتها الانتخابية بعد تعليقها في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب جاء تعليق الدعاية التي تضيء سلبا بشكل عام على سجل ترامب ضمن مبادرة توافق أو توافق عليها المرشحان لخفض حتة التوتر السياسي الذي استأثر بالحملة الرئاسية حتى الآن فهل بايدن وترامب جديان في السعي إلى التهديئة بينهما أم أنها مجرد مناورة سياسية وكيف تتحول دعوة التهديئة إلى نهج ملموس في الانتخابات وهل ستصمد مع احتدام السباق نحو البيت الأبيض قد تكتب عبارة قد تكتب عبارات الرئيس جو بايدن تصالحية إذا أخصمه الجمهوري دونالد ترامب فصلا آخر فيما بات يصفه البعض بهدنة أبرمها الحزباني في المعركة على البيت الأبيض قبل أربعة أشهر تقريبا على موعد النزال الرئاسي في نوفمبر وفصول الهدنة بدأت تتجلى منذ تعرض ترامب لمحاولة الاغتيال في بطلر بانسلفينيا السبت وما أعقبها من نظريات مؤامرة وتراشق مرير بشأن الجهة المسؤولة عنه بما هدد بإغراق أمريكا أكثر في دوامة الانقسام والتشضي لكن اللحظة التي حولت ترامب وفقا لنيويورك تايمز من محرد على العنف أحيانا إلى ضحية له أوجدت أيضا تلاقيا نادرا بين الغريمين اللدودين بايدن وترامب على أهمية إطفاء النيران السياسية التي أشعلها تنافسهما الرئاسي دعوة شكلت محور خطاب بايدن من المكتب البيضاوي المنصة المخصصة للخطابات الرئاسية المصيرية وصدرت عن ترامب دعوة مماثلة للوحدة بين الأمريكيين عبر منصته تروث سوشل وأقرن ترامب منشوره بخطوات موازية عبر بوابة مؤتمر الحزب الجمهوري حيث حظي باستقبال الأبطال إذ تتحدث واشنطن بوست عن توجيهات أصدرتها حملة ترامب لتجنب الخطابات النارية خلال المؤتمر كما أكد ترامب لوسائل إعلام جمهورية أنه عدل خطابة لحثف هجمات لفظية ضد بايدن ولكن إلى متى تدوم هذه التهدئة؟ سؤال تطرح واشنطن بوست ملمحة إلى أن ديمومة الهدنة بين مرشحين بنيا حملتيهما على تقديم الآخر كمصدر تهديد وجودي لأمريكا ستمثل تحديا صعبا لكليهما ونذر انهيار مبادرة التهدئة ربما بدأت تلوح في الأفق إذ تخوض نيويورك تايمز فيما يشبه حبلا مشدودا يسير عليه بايدن في مسعاه لإيجاد توازن بين التهدئة مع ترامب وتجميد الرسالة المحورية لحملته القائمة على مهاجمته وتكشف عن استئناف حملة بايدن توجيه رسائل سلبية حول سجل ترامب بشأن هجوم الكابيتول ورفضه الاعتراف بفوز بايدن في 2020 وعيد تعيين السناتور جي دي فانس نائبا لترامب وقد تنبي نتائج استطلاع لمركز بيو نشير في مايو الماضي بأن جهود الرجلين للاتزام بخطاب التهدئة قد لا تدوم طويلة حيث يصف بيو بايدن وترامب بالمرشحين الأقل شعبية في تاريخ أمريكا بما يهدد بفتح الباب أمام لجوئهما مجددا إلى ما ساد حملتيهما حتى يونيو الفائت من لغة الهجمات الشخصية بينما يخود كلاهما معركة شارسة للظفر بعهدة رئاسية جديدة حول هذا الموضوع الآن نعود إلى ضيف من جديد من ميشيغان مدير حملة ترامب السابق في ولاية ميشيغان جون عكوري وأيضا ينضم إلينا في هذا الحوار من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز إدوارد جوزيف أهلا بك معنا سيد عكوري أود أن أبدأ معك بما تنقله الآن السي أن إن التي تقول بحسب معلومات مخابراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب وأيضا تذكر السي أن إن بأنه لا علاقة معروفة بعد بين المؤامرة ومحاولة اغتيال الرئيس السابق هل نتحدث الآن عن منعطف جديد ورغم أنه لا توجد المزيد من التفاصيل سوى ما ذكرته وخصوصا أنه هذا المنعطف أو هذا المعطى يشير الآن إلى جهة خارجية شكرا شكرا هناك أخبار تأتينا تتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس سترامب لا أعتقد أنه ستكون لدينا رؤية واضحة بشأن ما حدث بالضبط لفترة من الوقت راقبنا ما جرى ولكن ستكون هناك تحقيقات وهناك تحقيقات الآن بل تحقيقات عديدة لمعرفة ما حدث بالضبط هل كان هناك إخفاق أو فشل في الأمن؟ هل كان مطلق النار يعمل لوحده أم أن هناك شركاء؟ أعتقد أنه من الأفضل للجميع أن يتريثوا ومضى على اغتيال كيندي ستين عاما ولا تزال هناك تساؤلات حول ما جرى ربما لن نتمكن من معرفة ما حدث بالضبط ولكن علينا أن نحاول معرفة من المسؤول سيد إدوارد جوزيف أهلا بك معنا الآن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب بطبيعة الحال ما زالت متفاعلة لمعرفة الأسباب والدوافع وكما ذكر ضيف من ميشيغان قد يتم الوصول إلى الكثير من المعطيات ولكن قد لا تكشف أمام الجمهور أو أمام من هو مهتم لمتابعة كل هذه التفاصيل ولكن بالمقابل كيف يمكن أن ننظر إلى قرار الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيق منفصل ومستقل في هذه الحادثة أولا سعيد بوجودي معكم ومع المشاهدين دعيني أقول هذا تقرير مزعج ما سمعناه من سي أن 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 الولايات المتحدة لديها معلومات عن خطة اغتيال إيرانية ضد الرئيس السابق ترامب هذه معلومات خطيرة وفيما يتعلق بما حدث في بنسلفينيا وقرار الرئيس بايدن نعم إنه يقوم بعمل مسؤول وفي تصريحه من البيت الأبيض الرئيس بايدن قال العمل الأول هو السماح لقائمين على إنفاذ القانون السماح لهم بالقيام بعملهم والتحقيق وهذا التحقيق يقوده مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI علينا أن نعرف المزيد عن حوافز مطلق النار كيف حصل على البندقية مثلا هل حصل على أي مساعدة أو تشجيع وتطرح الكثير من الأسئلة صحيح سيد أدوارد جوزيف تطرح الكثير من الأسئلة فيما يخص هذا الإطار ثانيا ثانيا نعم وثانيا الرئيس بايدن قال علينا أن نجيب على السؤال المتعلق بالحماية نفسها هذا ما دعا إليه دعا إلى مراجعة مستقلة وهناك الكثير من التساؤلات المشروعة كيف مطلق النار وصل إلى سقف المبنى وهناك تقارير من شهود عيان أنهم رأوا مطلق النار صحيح وتحدثنا مطولا عن هذه النقاط التي تذكرها ولكن في ضوء كل هذه المعطيات بدأنا فعلا نستمع إلى خطابات سياسية مختلفة سيد أدوارد جوزيف الرئيس بايدن الآن يدعو إلى الوحدة يدعو إلى وحدة الصف ووحدة الأمة والابتعاد عن العنف في الخطابات السياسية والخطابات الانتخابية يعني لماذا تم التوصل إلى هذه النتيجة ومحاولة الاغتيال حتى ينتبه كل من الديمقراطيين والجمهوريين بأن هذه الخطابات السياسية تحولت فعلا إلى عنف داخل الشارع الأمريكي وبين أصوات الناخبين علينا أن ننتظر ونرى وأن نأمل أن قادتنا سيشجعون أتباعهم على الحفاظ على موقف مسؤول يعكس الإحترام للخصوم علينا أن نأمل أن قادتنا الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب يرسلان رسالة أو إشارة والمفتاح هنا هو خطاب الرئيس ترامب يوم الخميس كلنا سنراقب النغمة والنبر التي يحددها يوم الخميس هناك تقارير أنه غير مقاربته وأنه ربما يدعو إلى الوحدة وهذا سيكون مهما نعم الرئيس بايدن دعا إلى الوحدة وهذا صعب وعلينا أن نشير إلى أن من الصعب الدعوة إلى الوحدة بينما الرئيس السابق دونالد ترامب وبشكل متكرر أوحى بأن الرئيس بايدن هو رئيس غير الشرعي وأنه لم يفوز أو لم يفوز في الانتخابات وهناك إدانة لأعمال العنف في السادس من يناير سيد جونع كوري أنت تعلم بأن ترامب لطالما كان يتهم بخطابات تحريضية بتحريض الشارع يهاجم ترامب يفتح النار لفظيا على المهاجرين برأيك مثل هذا الخطاب الذي اعتدنا عليه لسنوات هل ما شهدناه من محاولة اغتيال قد يكون فعلا ناجم عن هذا النفس الذي اتبعه الجمهوريون تحديدا ترامب في خطاباته السياسية لا أعتقد هذا بالضرورة أن اللوم يقع على الرئيس السابق ترامب مكسين واترز التي وجهت داعميها في البلاد أنهم عندما يرون عضو في الكونغرس فعليهم أن يقتربوا منهم وأن يطرحوا الأسئلة ونانسي بلوسي مزقت في خطاب الاتحاد أوراق الرئيس ترامب عندما أعطاها لها أيضا كان هناك أفراد في 2020 أشعلوا حرائق في المدن وارتكبوا جرائم الكثير من الناس يحبون أن يلوموا ترامب فقط والإنسان لا يستطيع أن يحتمل أكثر من اللازم خاصة عندما يكون هناك هجوم على حرية التعبير في هذه البلاد طيب سيد عكوري ما مفهوم ما مفهوم الوحدة بالنسبة للجمهوريين وخصوصا أنه كما ذكر ضيفي قبل قليل الجميع ينتظر خطاب ترامب يوم الخميس وكل المصادر ذكرت بأنه ترامب مزق الخطاب السابق وحضر خطابا جديدا يتسم بأنه سيركز على الوحدة ويبتعد عن مهاجمة بايدن ما نوع هذه الوحدة المقصودة هنا؟ سأستخدم كلمة عربية إن شاء الله إن شاء الله نرى نوع من الوحدة في صفوف الحزب الجمهوري ونأمل أن يستمر هذا إلى الحزب الآخر وتاريخيا كانت هناك وحدة ونأمل أن تستمر حتى الخامس من نوفمبر كيف سيتم ذلك؟ علينا أن نتراجع الطرفان عليهم التراجع وأن يكون هناك اختلاف متحضر وننظر على بعضنا البعض وتكون هناك فرصة للحديث وأمل أن المناظرة الثانية تحدث وتسمح للمرشحين أن يستخدم نبرة مختلفة وأن يتحدث عن رؤيتهما لمستقبل أمريكا لا يجب الهجوم على بعضهما البعض هناك شيء آخر للحديث عنه وهو التحرك إلى الأمام كما قال ترامب لجعل أمريكا عظيمة من جديد سيد إدوار جوزيف بالحديث الآن عن المناظرة القادمة برأيك هل فنشهد صورة مختلفة عن المناظرة السابقة؟ يعني على أقل تقدير أن يدخل كل من الرئيس جو بايدن مع الرئيس السابق دونالد ترامب ويتصافحان كي يظهر للولايات المتحدة والشارع الأمريكي وكل من يتابعهم بأن هذه المنافسة عادت إلى الطريق الصحيح وأصبحت بعيدة عن التحريض وعن خطابات العنف السياسي التي بدأوا يشيرون إليها مؤخرا بعد محاولة اغتيال ترامب نعم أعتقد أنه سيكون هناك تغير في النبرة ولكن لا أعتقد أن المسألة ستتحول فجأة إلى الوحدة هذا سيكون خطأ كأن هناك عملية غش لأمريكا الحملة يجب أن تتمحور حول الخلافات وحول الخصومة ولكن لا يجب أن تحول الخصم إلى عدو أو من يدعم الخصم أن يصبح عدوا يجب أن يحاسب الناس على أفعالهم وعلى تصريحاتهم هذا سيكون صعبا مع ترامب لأن ترامب ثبت وهذا شيء مؤكد لا يناقش على التلفزيون دونالد ترامب ثبت أنه ينخرط في كلام زائف وقام بتغيير الحقائق منذ اليوم الأول الذي انتخب فيه وعندما قال أن الحاضرين من حضر حفل تنصيبه كان أكبر حجد في التاريخ الناس إذا أرادوا أن يقولوا أن الرئيس بايدن خسر الانتخابات وهو يعترض أو يقول عكس ذلك شكرا لك فهناك المحاكم وهذه المزاعم التي قدمها رفضت للافتقار إلى الدليل الرئيس ترامب وداعمه استمروا ولكن كانت هناك هجمات في السادس من يناير وكان يمكن أن تسبب أخطار للجمهوريين بما فيهم لنائب الرئيس أنا بالتأكيد أشكرك جزيلة شكر إدوارد جوزيف من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز بالتأكيد كل الشكر إلى ضيفي من ميشيغن مدير حملة ترامب السابق جون عكوري شكرا جزيلا